يعني لحد الوقت ما قلتش انت خدت ايه من اسماعيل ياسين لا انا ما خدش من اسماعيل ياسين حاجة اه خدت ايه من فؤاد المهندس وما خدش من فؤاد المهندس حاجة انما برضو فؤاد اذا كلمنا عنه اقول انه فؤاد المهندس من من الناس اللي هما احب ان انا اعلى نمط شغله او على طريق التنفيذ والعمله لان فؤاد من الناس اللي بيحترموا عملهم وبيحترموا شغلهم وبيقدي عمله كما ينبغي أو كما يجب أنه هو يبقى بيعرض عمل أنا بقصد فؤاد المهندس على المسرح لا أنا مليش علاقة بحد أبدا إطلاقا لا بفؤلاء بالموسلين سواء كانوا المصريين أو بالموسلين العالميين لا شيء يأتي من فراغ يعني أنت جاي كده ما فيش حد سبقك يعني حطته في دماغك وخدت عنه حاجة حقيقي بقولك أستاذ واجدي أنا ما حطتش حدي في دماغي أبدا أبدا عمر ما حطت نمط معين من الناس في دماغي حبيت الكوميديا من خلال مين أنا حبيتها لو تصدق بقى من خلال أول حاجة من خلال السمع سمع مين خلال السمع مين أنا في فترة كنت بسمع مصرحيات نجيب الرحاني كنت بسمع رواياته اللي كانت بتسجل في الإزاعة أو اللي كان بتزاع من خلال الراديو دي كانت الوسيلة اللي كنت بقدر فيها أسمع أو أسمتها بها بالمصرح وأنا كنت محب للمصرح من أيام دراستي من ابتدائي من وانا في المرحلة الابتدائي من المرحلة دي وأنا بسمع لنجيب الرحاني معظم رواياته فكنت بسمع الرحاني اللي رحمه والأصل اللي رحمه واستفان وسراج والناس الأساتزة دول كلهم كنت بسمعهم من خلال الراديو وحبيت الناس دول من خلال الإزاعة موسيقى